السلام عليكم و مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير و بصحة جيدة يا رب نرحب بكم في قناتكم المتواضعة يوميات الفراشة البليدية الناس راهي في الشاربات و القلب اللوز و القري و شو منا و انا راني نجيب لكم في الفولات و القرنون و الجلبانة يا محلة هذا الخضوريالي راهي في الفول و ريحة الفول ضروري نستغل الفول و القرنون و الجلبانة في الموسم و لا خطر الموسم لا يطور بزاف و يخرفوا اذا بزاف مشتركات طلبوني في كيفية تخزين الفول و القرنون اذا اليوم جبت لكم اراني شريت علاجة لكم 3 كيلوة الفول جبهم لي برق الناشفة و جبهم لي باش ندير فيديو للمشتركات تواعي يقول يا روحي عند خياتك روحي روحي يقول خياتك المهم حببتي مرحبا بكم كامل عندي المهم بسم الله كما راكو تشوفو باش نخبيو الفول حبباتي لازم اللي تحب تخبيه بالقشور كما ندير انايا لازم تخيرو الحبات يكونوا خضورة و يكون طريق ما تجيبوش هذك العاصي ولا هذك اللي كيشغل القشور تاعو موسخ يعني كيشغل متاشي و محروق بالشمس و صفر و مذبال لازم تعسو الفول اللي تلقى واح خضر تشريوه الاما اللي تحب يعني تخبي غير الحب يعني ثمار الفول فقط يعني ذاك الكبير كما نقول لحنايا المبشور باش نعكلوه بالملح نفوروه غير بالملح و الزبدة هذا ما زال شوية وقته المهم انا زربت فقط نحن نخبي غير موسيقى فولة الصغار المهم هنا كما رأيكم تشوفوا على حسب الوش تحتاج الفول كما تحبو الطعام تقطعوا كبير طويل و كما تحبو المسيدوان او الروز و الطبيقة قطعوه غير الصغير كما رأيكم تشوفو مباشرة في الماء ما تحبوه فلت قدره على الماء المكاون السري ملعقة سكر ملعقة سكر قبل أن نعرف فعلها في الشيئ سكر وقبل أن نفوره ونطيبه وقال أن نسخ بابه كامل ولكن من اعتمدها ملعقة سكر ملعقة سكر ونعود فول مرة ثانية خففة دقايق خمسة دقائق نحيوه و صفيوه لا تجعله حتى وين يطيب كيف نحيوه و كيف نقلوه يعني كما نقولو يا ربي من الله مانيش عارفا المهم كيشغل نحيوه و وش نحيوه على بل يبني تكونوا فهمتوا عليا المهم حطوه فوق النار كي يبدأ يحسبوه ثلاثة دقائق خمسة دقائق نحيوه ماشي باش نطيبوه غير شوية خليوه تصفه من بالمباشرة نديروه في الماء عادي من روبيني ماشي من مكنجلي و لا فيه ثلج باش كيشغل يحبس هذا الطياب هذا ما كان خليوه في الماء واحد ثلاثة دقائق اعودوه صفي و احملي حملي حملي وهنايا تانيتيك القرنون القرنون مبقالوش لبناتي خرف اللي حبت تتخبيه للصيف نحبه للظلمة و كامل و ايضا تقدروا تخدموا به حتى تبيخها دوكم فهمكم مليح شوفوا البنات اللي حبت تخبيه القرنون خيروا الحبات اللي ايجايين كبار شوية حكا باش تحبوا تخبوهم للظلمة ثاني يجيكم شابين يعني فيهم شوية الحم و اجدوا قدمكم الماء و ديروا فيه عصرة عقارس حكا كورمي و براجة عقارس الداخل و راكم تنقلوا في القرنونة تحية كبيرة نوجهها لأم ايمن انتبادت لدي قلب و قضي لديك نفع أم ايمن و تحية لكم و تحية الكامل للمشتركات لدينا الكامل ضحكوا علي الباح و طماطم و ليست حسنا اخو خشوية عبد الحاقد دره المهم لدينا كين يعمل قرنونة فيها لطايا يعمل قرنونة فيها لطايا يعمل حزام القرنونة في نسبة لطايا الصعيدة تنحيى جيدا يعمل مختلف الصعيدة يجب أن يكون الموسي قاطع يجب أن تكون قدام برشة قارس لكي تحكي القرنون شاهدوا كيف يجب أن نحية البنات نحية لورق لخشين كامل غير هذا كل طريق القرنون يجب أن يشد لدخل الثلاجاكين نحية جديد المهم هو القرنون أن نحية حاول الأوراق يعني نحيه لأسي المهم هو القرنون من أكبر قرنون نحية أوراق تغير على أوراق الخشين ونحكي ملاح بالقرنون بعد نسخة نحية فراغ كيف يتم تحصيل أتبار ملتاق الملعقة تكون قهوة قليلة ونبدأ نكرت ضروري هذه المرحلة بالملعقة احسن ان تكرتوا و لا تنحي وغير هذا لدائر كالقطن اليوم تلفت للهضرة المهم كرطوها من الداخل المشتركة تتوحي المهم ينتبهوا بالزعب المهم كرطوها من لحم لحتة تبصل للحماء القرنونة لأنها تكون قريبة مع تخلص حلقة قرنونة ستكون قريبة احسن قرنونة المليح وضع المقدم هذه هي الطريقة التي تقشرها القرنون ان شاء الله تكونوا فهمتوني المهم المهم كما راكو تشوفوا عليكم ادهنوها مليح سوف تبقى لكم بيضا انا في الحق انا نقيت غيرها و كانت جارتي انا نقيت القرنون كما تعرفون ذراعي لا تستطيع ان نقيت القرنون كما راكو تشوفوا مباشرة نرميح هذا الماء القارس لبنات ملعقة فارنة في الماء لا ملح ملعقة فارنة براشة عقارس وعصرة عقارس وضعه فوق النار 1-5 دقايق كي يغلي الماء حسبه 1-5 دقايق حتى تطيبو القرنون يغلي الماء 5 دقايق نحوه كما راكو تشوفوا انا نروح ليهنو باش نخلط باش تلك القرنون نحوه نحوه المشتركة التوعي الأوفياء الأعزاز ربي يحفظكم ان شاء الله نحوه بعد الماء وحسبت 5 دقايق نحيته في مبارد غير قطره ونحوه يبرد ونحوه كامل يقضر ونحوه بشكل لاحوه اه يا ربي هذي قدرناها لابره اطبيخة نحوه نحوه غامقين لداخل اما كاين كما هذي لا تنفع لداخل لطريه وقليله المهم لا يبرد الفولات التوعي نقسمها في اكياس ونحوه 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 حتى وقت الاستعمال البنات تخلط الجلبانة والفول والقرنون ونحوه 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 حتى عام حتى عام يا البنط ونحوه 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 بي